لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية أعلن عنها بهدف تطبيق الإجراءات التي صدرت عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية في موريتانيا في ظل تفاقم وثيرة الإصابات المسجلة بالفاروس خلال الأيام الماضية وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم المرزوق خرج عقب اجتماع وزاري مشترك عقيد الخميس مؤكداً أن الرئيس محمد الشيخ الغزواني يتابع الوضع عن كثب وأعطى تعليماته باتخاذ كل ما يضمن صحة المواطنين ويجنبهم خطر الموجة الحالية الأسرع انتشاراً في البلاد وأكدوا المرزوق أن لجنة الوزارية المشتركة قرر تكثيف عمل فرق طبية ثابتة ومتنقلة للتلقيح ضد الوباء وإشراء فحصات الكشف بالإضافة إلى التوعية والتحسيس بخطورة الجائحة في الأسواق ومحطات النقل والمدارس وغيرها من نقاط التجمع وفرض الإجراءات اللازمة كالكمامات حسب نص البيان الصادر عن الاجتماع أما اللجنة المكلفة بكورونا والتي أترأسها الوزير الأول محمد بول البلال فقد أوصت في آخر اجتماع لها بالسهر على التطبيق الصالم للإجراءات الوقائية والاحترازية في المساجد والمدارس والأسواق ووسائل النقل العمومي ومختلف الفضاءات العمومية وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم الضرورية لذلك وسجلت موريتانيا خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في نسبة الحالات النشطة بحسب آخر معطاية وزارة الصحة حيث بلغت نسبتها 7% من إجمالي الإصابات على عموم التراب الوطني وارتفعت النسبة العامة للوفيات في البلاد منذ بداية وباء كورونا إلى 2% فيما شفية أكثر من 70% من المصابين بالفيروس وتجاوز عدد المصابين بالوباء في موريتانيا عتبت 43 ألف شخص وتلقى أكثر من 200 مواطن موريتاني جرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا وتصدرت العاصمة واكشط الإصابات والحالة النشطة منها كما تصدرت حالات الشفاء وفي ظل تزايد الإصابات التي لم يسلم رأس الدولة ممثلا بالرئيس للغازواني الذي أعلنت إصابته بالإضافة لوزراء بالحكومة يطالب العديد من المتابعين والمواطنين بإجراءات جديدة لمواجهة الموجة الجديدة في ظل دخول المتحور أوميكرون على الخط إجراءات ليس أولها تمديد عطلة المدارس ولا آخرها عودة حظر التجوه للليل فإلى أين يسير الوضع الوبائي في موريتانيا